التاريخ 1982 وتحديداً 28 نوفمبر و 12 ديسمبر المواجهة بين الأهلي و أشانتي كوتوكو وما أدرك ما هو أشانتي كوتوكو في هذا التوقيت والمناسبة نهائي دوري أبطال إفريقيا أول بطولة حقا نادي الأهلي في تاريخه حكايات كواليس طبعاً القصة والحكاية والرواية اللي شفتوها واللي عشتوها هيكون معنا فيها تفاصيل يمكن تكون بتتسمع النهاردة لأول مرة على لسان واحد من أبطالها ونجومها نجوم الحكاية اللي كتبت وحطت أول بصمة في تاريخ النادي الأهلي إفريقيا النجم الكبير كابتن ماهر همان بشرفنا النهاردة في السادسة وحكاية ماطش مساخير كابتن ماهر مساخير يا أحمد أهلا بي أستاذ المشاهدين الزكريات حلوة طبعاً آه جميلة آه يعني أول بصمة للأهلي في أفريقيا دي بالتأكيد لها خدتوا بطولات كتير وحققتوا ألقاب كتير لكن بتهالي البطولة دي بالذات في حتة تانية والله يا أحمد يعني عارف أنت رجحتنا كده بالزمن الجميل زمن السبعينات والثمانينات ويمكن كمان في الأوقات الجميلة اللي احنا بنعيشها في احتفالات أكتوبر النادي الأهلي كان بيقطول عمره بفرحنا على مدار التاريخ عاز أقولك أن البطولة دي يا أحمد ليها شرقاء كثيرة بصراحة يعني من أول كابت صالح رحمة الله عليه رئيس النادي كابتن حسن حمدي مدير الكورة كابتن عمز عبد شافي مساعد مدير الكورة وطبعا بقى اللعبين والنخبة الجميلة اللي أنا قلت لك عليهم 18 لعيب دولي طبعا تحت قيادة طبعا الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه طبعا من أفضل المدربين المصريين والعرب اللي كان الواحد قدر يشتغل معه أو ليه الفضل أنه هو يتعامل معهم جنرال جهري الله يرحمه طبعا بصمة مهمة جدا في تاريخ الأندية المصرية والمنتخب المصري